سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية رسالة لوجا إلى ثيوفيل الحلقة 18 سيكا يا خالتي صفية أهلا وسهلا أهلا بكم تفضلوا كيف أنتم الحمد لله شكرا لكم الله يخليكم يتفضلوا أقعدوا شكرا لكم كيف يا خالتي صفية الحمد لله هجناك الليلة ثانية عشان تكملي لنا القصة إن شاء الله يتفضلوا أقعدوا أها يا جماعة سيدنا عيسى عليه السلام في القدس بدأ يعلم الناس كل يوم في بيت الله وفي مرة طرد الناس اللي كانوا بيتاجروا في ساحة بيت الله زي ما قلنا والمسائل دي ضايقة الفقهاء وكبار الأحبار جدا وفي مرة كان سيدنا عيسى في بيت الله بيعلم الناس ويعلن لهم البشارة بالأخبار المفرحة عن قيام المملكة الموعودة جوفوا كبار الأحباق والفقهاء وأعيان الشعب وقالوا ليه يا فضيلة الشيخ ورينا انت منو انت منو عشان تعمل الحاجات الغريبة اللي بتعمل دي امنو لأداك السلطة عشان تعمل أصلا وانا برضو بيدوري باز أكون يا حضرات العلمة وروني منو لدى يحيى السلطة عشان يعمد الناس بيت تقصيصهم في الموية دلال على الطوبة الله ولا الناس والجماعة ديل كلهم تشاوروا مع بعض وقالوا نحن دخلنا في ورطة كبيرة جدا لأنو لو قلنا ليه سلطة يحيى كانت من الله حيقول لنا ليه ما تصدقتوه ايوه واذا كمان قلنا من الناس الناس ما حيرضوا وحيرجمونا لأنهم مقتنعين بانو يحيى نبي فعلا وبعد حيرتهم دي جاوبوه وقالوا ما عارفين وسيدنا عيسى رد عليهم وقال وانا كمان ما هاقول لكم بأي سلطة بعمل الحاجات دي وبعد كده سيدنا عيسى تلفت على الناس كلهم وضرب لهم مثل فيه اشارة عن رفض الفقهاء وكبار الاحبار للمسيح ونيتهم ليكت له لما قال يا جماعة كان في واحد عنده جنينة زارع ليه فيها الجرعينه الراجل ده اجر جنينته لمزارعين سافر لبلد تانية لفترة طويلة في موسم الحساد رسل ليه واحد من وقالاو عشان يجيب ليه نصيب لكن الفلاحين ضربوا الوكيل ده وخلوه يرجع ايدينه فاضي صاحب الجنينة رسل ليه وكيل تاني المزارعين برضو ضربوه وهانوه ورجع فاضي في المرة الثالثة برضو رسل ليهم وكيل المزارعين برضو ضربوه وجرحوه ورموه برا صاحب الجنينة قال ليه نفسه طيب انا هعمل شنو بعد كده المرة دي انا هرسل ليهم ولدي العزيز لانهم يمكن يحترموه وفعلا رسل ليهم ولده والولد ماشا للمزارعين وكلمهم بي طلبابوه والمزارعين لما سمعوا منه الطلب يتشاوروا وقالوا لبعض ده مش هوا الوريس طيب تعالوا نقتله عشان ناخدوا الوريسة وجره برا وكتلوه فعلا طيب يا جماعة في الحالة دي صاحب الجنينة أبو الولد حيعمل شنو اكيد حيمشي هناك ويقتل مزارعين ديل ويأجر جنينته لناس تانين والناس الحاضرين لما سمعوا المثل ده وعرفوا ان دينية الفقهاء وكبار الأحبار لكتل المسيح قالوا اقتلوه مستحيل 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 ده ما ممكن حصل مستحيل مستحيل ده ما ممكن حصل ده ما ممكن حصل ولكن سيدنا عيسى عاين للحاضرين وأداهم إشارة تانية عن رفض المسيح وعقاب الراضين لما قال ليهم طيب تفتكروا شنو مع أن الكلام ده الوارد في كتاب الله الحجر اللي رفضوه البنايين بقهو الحجر الأساس للبناء والحجر اللي تكلم عنه الله ده خطر جدا على الظالمين لأنه لما نقع على أي واحد منهم حيرضوا رضوا ويهرسوا في اللحظة ديك الفقهاء وكبار الأحبار فكروا يقبضوا على سيدنا عيسى لأنهم عرفوا أنه كان قاصدهم بالكلام لكن خافوا من الناس وتراجعوا وبقوا يراغبوا فيه بعد ذاك رسلوا ليه جواسيس في صورة رجال دين أضغياء والجواسيس ديال كانوا عايزين يلقلوهم عليه حجة بأي طريقة ويسلموه لممثل الاحتلال الروماني عشان كده سألوه شيخنا يا فضلة الشيخ نحن عارفين أنك أنت راجل صادق وبيتقول الحق وما بتهمك مراكز الناس وبتدعو لطريق الله بإخلاص ويعني نحن يعني عايزينك كده يعني تورينا إذا كان مفروض علينا يعني حسب التورات أنه ندفع الضريبة لغيسر ولا لا يا شيخنا لكن سيدنا عيسى عليه السلام فيهم سؤنيتهم قاليهم وروني دينار ولما طلعوا ليه الدينار شافوا قاليهم الصورة على الدينار دي صورة منو والشعار عليه دا شعار منو والناس الجواسيس ديال ردوا وقالوا الصورة صورة قيصر والشعار شعاره كمان إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله والجواسيس ديالي اتعجبوا جدا من رده دا وسكتوا لأنهم ما قدروا يقوليهم أي حج عليهم جدام الناس وبعد دا جولي سيدنا عيسى بعض الرجال من حزب الصدوقيين اللي هو حزب ديني ومن محتقداتهم إنهم ما كانوا بيؤمنوا بالبحث والقيامة بعد الموت الجماعة ديال سألوا سيدنا عيسى يا فضيلة الشيخ نعم في التوراة موسى ترك لينا الوصية دي قال إذا في راجل مات وما كان عنده ولد وكانت زوجته عايشة أخوه مفروض يتزوج مرته على أمل إنه الله يرزقه منها بولد يحيي اسم أخوه الميت ويورس منتلكاته وفي مرة كان في سبع أخوان الأول يتزوج له مرة ولما مات ما كان عنده منا ولد وبعد موته الزوجه وأخوانه الستة بالترتيب يعني كل ما يموت واحد كان بيزوج البعده ولما ماتوا كلهم ما كان فيه ولا واحد فيهم ولد منا ولد وفي الآخر المرضي برضو ماتت هذي الوقت ورينا حسب ما تعتقد في يوم الغيام المرضي حتكون زوجتيات واحد فيهم يا ناس الزواج هو لأهل الدنيا ما لأهل الآخر وأهل الجنة ما بيتزوجه ولا بيموته لأنهم زي الملائكة وأهل الجنة هم الوهابون الله حياة الخلود ونبي موسى كمان وضح إن الأموات بيقوم من الغبور زي ما جاء في التوراة إن الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب عشان كده أنا بقول لكم إن الله فعلا هو رب الأحياء لأنه كله اللجنة عنده أحياء وبعض الفقهاء قالوا ليه أحسنت الكلام يا فضيلة الشيخ وبعض كده ما في أي واحد من خصومه قدر يزعله تاني لكن بالمقابل هو قال لخصومه يا جماعة الفقهاء بيقولوا إنه المسيح المتوج على العرص هو وريز عشي داود مع إنه داود نفسه قال في الزبور الله قال لي سيدي أجلس عن يميني لغاية ما أخلي عداك يخضع لك طيب إذا كان الملك داود نفسه اعترف بأنه المسيح أعظم منه ويستشهد شي كده بكلام الله دا مش دليل على إنه عرش المسيح أعظم من عرش داود بكتير وبعد الكلام دا سيدنا عيسى قال لي حيرانه قدام كل الحاضرين يا أحبة أعمل حصابكم من الفقهاء المتكبرين البيلبسوا الملابسة الفاخرة ويتجولوا في الأسواق والصحات العامة عشان الناس يسلموا عليهم باحترام ويحبوا دايما يكونوا في الصفوفة الأولى في بيوت العبادة ويحبوا يقعدوا في كراسي الشرف أقدامية في العوازيم ويطويلوا صلواتهم عشان يلفت نظر الناس لكن مع كده هم بكل أسف بياكلوا من الأرامل وأنا بأكد لكم إنه الفقه هديل عذابهم حيكون شديد جدا وبعد كلامه دا سيدنا عيسى شاف الأغنية وهم بيخدوا جروشهم في واحد من الصناديق المخصصة للتبرعات في بيت الله وشاف ليه أرملة فقيرة خطت لها عملتين قيمتهم كانت قليلة جدا وقال أقول لكم الحق الأرملة الفقيرة دي خطت أكثر من الناس الباقين كلهم لأن الناس زي قدموا من المال الفضل ليهم لكن هي خطت كل العندة مع إنها محتاجة ليه جدا عشان تعيش بيهو طيب يا جماعة خلونا نجي فينا الليلة شكرا يا خمسي شكرا للمرة الجاية الله يخليكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم توماتر شكرا للمرة جدا توماتر شكرا للمرة جدا